السلام عليكم ورحمة الله النهاردة بنتكلم عن مشكلة اتساع النضارة ونضارة لما بتبقى وسعة بيحصل انزلاق من النضارة والنضارة كل شوية بتقع او ان هي بتنزل على الانف النضارة لما بتكون وسعة بيشعر الانسان بعدم الراحة وكل شوية النضارة بيحصل لها انزلاق خاصة لما يكون الانسان في فصل الصيف ويكون فيه تعرق فالنضارة بتنزلق وبتنزل على الانف فيشعر الانسان بالضيق وبيشعر بالتعب نعمل ايه؟ عندنا طريقتين الطريقة الاولى ودي طريقة يعني مش كويسة خالص لكن انا بقولها فقط اللي هي طريقة الاستك ان انت تجيب استك وتلفه زي ما احنا شايفين كده هنحاول ان احنا نلف الاستك على النضارة بهذا الشكل على كل جهة وده هيقدي الى تضييق النضارة وبالشكل ده النضارة عمرها ما يحصل لها انزلاق هتتمكن جدا من الوجه ومش هتنزلق ابدا يبقى احنا نضيق النضارة بوضع ااستك على كلا الجانبين على كلا الزراعين انا عملت طبعا على جهة واحدة طبعا مفروض ان انا بعمل على الجهة التانية كمان عشان اديق النضارة واجعلها متمكنة لكن طبعا الطريقة دي مش ظريفة خالص يعني مش هتبقى يعني ايه هتبقى يعني مش كويسة خالص احنا عايزين نظهر بمظهر احسن ونظهر بمظهر كوي انا هاخد الطريقة التانية اللي هي طريقة تدييق النضارة بكل رفق انني همسك الدراع وحاول انني عشان انا بدي لو انا بدي يبقى هحاول انني اتني الدراع اا نحو الداخل بكل رفق بكل يعني بساطة حاول ان انا نديق النضارة بانني اخد الطرف النضارة زي ما احنا شايفين كده من النهاية وبحاول انني اتني ودخل الدراع دوة شوية الى الداخل بحيس ان هي النضارة تديق معي طريقة دي رائعة جدا اهو وبردك لو عايزة يعني اوسع النضارة هاخد الدراع لل ايه اه للخارج الوقتي انا بحاول انا ديق الدراع من النهاية الدراع اهو بحاول انا نومسكه بكل رفق اة طبعا لازم ان تكون النضارة معي دي تكون نضارة كويسة اه ما تكونش بقى نضارة يعني ايه اه من اللي هي طبعا هنتكلم في הנضارة اللي هي يعني اللي هي البلاستيك اللي هي النشفة لان البلاستيك النشف ده لو أنا جيت أعملوا كده أو أتنيه أو ديئة النظارة ممكن تنكسر معايا خلي بالكوا تابعوا معايا لو أنا عايز أعمل اتساع هاخد الدراع دوة ووسع النظارة وخليه يبقى إيه أخليها توسع معايا أطلعوا البرة ما دخلوش لجوه يبقى بديئ بحاول إن أنا أخد الدراع إلى الداخل بوسع بحاول إنني نفس الطريقة إنني بوسع الدراع مع أنا كل ديت إيه نظارات كويسة معايا هنا بقى الدراع ده بلاستيك فأناشف يعني شديد فأعمل إيه إما إن أنا أجيب اللي هو جهاز استشوار الشعر وأحاول إنني أسخنه بشكل يعني بسيط جدا بحيث إن إيه إن الدراع ياجي ويروح معايا إنني أعرضوا لدرجة حرارة درجة حرارة يعني بسيطة بحيث إن إيه إن البلاستيك ده ياجي ويروح معايا يعني يكون أصبح أكثر مرونة ماينكسرش معايا لما أجي أدخله للداخل لما أجي أخليه أور طبعا الحديد وأي حاجة فيها حديد طبعا بتبقى السلسة جدا في التديق حديد أو شمبر يكون يعني كويس وإيه بالطريقة دية إن الدارة هتبقى مناسبة لك كويس جدا ومش هتنزلق تاني على الأنف ولا هتضايقك أبدا وهتصبح الندارة ديئة ومناسبة لوشك مش بقى كل شوية تنزلق وتسبب لك إحراج ياريت تدعمونا بالإعجاب والاشتراك ترجمة نانسي قنقر